حاكم تكلم عن الاخذية المدرسية. الاخذية المدرسية. اه. قويس. وبناءنا عليه منظومة مختلفة تماما للمصانع اللي كانت هتورد. واترفضت. مم. وخدت او حاجات تصحيحية. تمام. وعدنا نتابع التصحيح. لحد ما خلينا. طيب يعني خلينا دلوقتي نحط النقط في الحروف. طيب الراح بس عشان استاذ مشاهديني مؤمن تبعيني واحدة واحدة. معنى كلام حضرتك. انه المحور او الجزء الرئيس اللي انتو اشتغلتو فيه منذ تفعيل الهيئة. مصانع. عليك نور. بس. وبدأ بس. 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 ما فيش اي محور تاني تفتح. ولا حفتح اي محور قبل يونيا الجاي. قبل يونيا الجاي. اه. يعني من هنا لحد يونيا لحد ما خلص السنة دي. انا شغل مصانع بس. انا شغل مصانع. ومش كلنا المصانع طبعا. انا حقول لك هو بقى شوفا عملت ايه برضو المصانع. اي. ختم بالتدريج. اهم مصانع مصانع اللي بتاع التخزيه المدرسية. تمام. دي اعلى درجة من الاهتمام يعني. صحيح. صحيح. خلصنا كم مصنع. كم. اوبر خمسين مصنع. حلو. كويس. من اصل كم? يعني كم مصنع بيتعابل مع المدرس في التوريه. لأ هم الخمسين. هم الخمسين. هم الخمسين خلصنا الخمسين. كويس. يعني كل من يورد الاغذية المدرسية حضرتكم. اتفحص. مراقبين عليهم. اتفحص. تمام. وحنستمر في الرقابة عليه طول فترة التوريد. هاي. كويس كده? نيجي نمرة اتنين. هم. جينا لقينا ايه? ان في مشاكل طلعة في التصدير. تمام. كويس? التصدير دوت في مرحلة خاطرة. وفي اقتصاد قومي. هم. وفي كرامة مصر. وفي صمعة مصر. تمام. فتحت الباب من اسبوعين على مصانع التصدير. طيب سؤال. اه. التصدير مهم. اه. اه. ولا جدال. هم. بس ليه اخترت التصدير. هقولك ليه? وما اخترتش. لو انا مكان حضرك مثلا. ايو اول. كنت اخترت الاستراد الاول. هقول لك. هقول لك. لانه الاستراد. ايوه. في صميم اللي بيدخل معدتي الاول. هقول لك. يعني. التصدير ليه مهم. التصدير مهم طبعا. بس حداك دلوقتي لو صدرت. مثلا. حاولك ليه؟ طبعا أنا حاولي السؤال يا رايس سواعيبت سواعيبتها كيف حالي؟ أيوه طبعا المشاهد بس يفهم بس أنا ليه؟ لأنه حيقولك لأ فعلا التصديل مهم جدا وسمعك بس في النهاية في جهات رقابية في الدول اللي أنا بصدر لها يعني أنا بصدر مثلا كيس بطاطس بصدر كيس فراولة لأوروبا لبلجيكا على الحدود في رقابة صحية بلجيكا هتقول ده مطابق المواصفات يخش معدة البلجيكيين ولا لا؟ ففي رقابة في الرقابة لكن أنا ليهمني أكتر من صحية البلجيكي صحية المصري لا أنا ببصش على صحية البلجيكي أنا ببصش على كرامة مصر بس حرج على كرامة مصر حاولك هاو أصلا التصدير يعني إيه الفرق بين المنتج المتداول محليا والمنتج المستورد المنتج المستورد أصلا الرقابة عليه هنا بتبدأ من المينة مظبوط فابتدأ بعينات وهم عاديين بياخدوا عينات وياخدوا فلوس على عينات ويزبطوا اللي داخل من ناحية العينات صح ملص المنتج اللي دخل السوق بقى لو هو دخل من بره سليم هل هيفضل سليم جوه سلسلة الإنتاج ولا لا ده سؤال تاني صح فانتما تتكلم على الاستراد لن تتكلم على المنظومة من ألف ليه مظبوط مظبوط لما نيجي من التكلم أنا لما قلنا التصدير مجموعة المصادر بتاعة المصانع اللي هي هتعمل التصدير مش هتتعدم تين تمام كويس الفكرة فيها انك تريد تدخل الثقافة الجديدة على المصانع من ضمن هزي الثقافة الجديدة نقطة مهمة جدا جدا بأخد بالك بقى من اللي أنا حوله الوقت ان المصنع مسؤول عن الغذاء اللي جايبوا بيصنعوا صح بمعنى صح حضرتك بتعمل مربة الفراولة اللي دخلت في المربة المصنع مسؤول عن ان الفراولة دي سليمة سليمة صح مش بالعينات صح فكر العينات ليس الفكر التي الهيئة متبنيها تمام العينات لا تأخذ الا بعد الانضباط والتأكد ان النظام حصل مهم انما لو انت داخل شايف مكان بس بس حالك معايا دكتور انه ثقافة المصدرين لو عملنا استطلع كده واستبيان هنلاقي ثقافة المصنعين اللي بيشتغلوا في التصدير افضل كثيرا من ثقافة المصنعين اللي بيشتغلوا في سواء في الاستيراد او في الانتاج المحلي ليه لان المصدر بيتعامل مع جهات اوروبية او امريكية او دولية بتقطع رأبته لما يخطئ فهو عنده معايير الجودة غصبا عنه حتى لو هو كاره غصبا عنه ملتزم بيها بقدر ونسبة تحايله قليلة لان هم هناك حيوقفولوا البيعة ويخربوا بيته ويفلسوه لو شو احنا طرف الا في حتة الا في حتة الا في حتة ازاي اقولك ازاي حضرتك مصدر النهاردة وقادر انك انت توصل بالتصدير بتاعك الى كمية ناكل تن مثلا بس